إذاعة سلطنة عمان نساء دمامات يجهرن بالعشق للورباء يا ولدي الأرض مثل الفرض المقاعد شبه فارغة أتقرب من فضائه الجمالي بطريقة أخرى يفقد معناه ويصبح مجرد حبر على وراء نحاول من خلالها تتبع الحدث وأنت أحساس كذا دفين تعلمت من حتى الكتب الرديئة والله العظيم المثقف العربي يتصرف مثل الديئة والطواويس وكانت اللغة عالية جدا يقع القارئ في متاهات سآتيك للنار نار ولا البحر بحر نعم إلا هذه دعوة أتمنى أن تجد صداها المشهد الثقافي رحلة أسبوعية مع أهم الفعاليات والمناشط الثقافية أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع المشهد الثقافي نطل على الساحة الثقافية في السلطنة ونحاول مثقفين ومهتمين بشأن الثقافي في حلقتنا لهذا الأسبوع ترقبوا هذه العناوين تسجيل مخطوط عماني في سجل ذاكرة العالم باليونسكو افتتاح ملتقى عمان الأول للتصوير الفوتوغرافي فرقة مزون المسرحية تفوز بجائزة أفضل عرض المسرحي متكامل في مهرجان هوارة الدولي للمسرح الاحترافي بالمغرب وسنتوقف في هذه الحلقة أيضاً مع رحيل سفير الأغنية العمانية الفنان سالم بن علي مسافر 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 ليم المسى غطى جناحه والألم ما طاع ينزاح مسافر 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 دام الأواء غنى جراحه والفرح من دنيتي راح مسافر 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 ليم المسى غطى جناحه ولا لما طاع ينزاح مسافر 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 دام الأواء غنى جراحه والفرح من دنيتي راح مسافر عكس الهواء طوى شراحه والطواب بخافق جناح مسافر عكس الهواء طوى شراحه والطواب بخافق جناح مسافر 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 ليم المسى غطى جناحه والألم ما طاع ينزاح مسافر 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 دام الأواء غنى جراحه والفرح من دنيتي راح مسافر 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 ليم المسى غطى جناحه ولا لما طاع ينزاح مسافر 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 دام الأواء غنى جراحه والفرح من دنيتي راح مسافر عكس الهواء طوى شراحه والطواب بخافق جناح مسافر عكس الهواء طوى شراحه والطواب بخافق جناح أغنية مسافر للفنان العماني سالم بن علي الذي رحل عن دنيانا هذا الأسبوع بعد صراع مع المرض ويعد الفنان الراحل من أهم الأسماء التي أفرزتها الأغنية العمانية في السنوات الثلاثين الأخيرة واكتسب شهرة واسعة تعدت نطاق المحلية إلى خارج حدود السلطنة فاعتبر بحق سفيراً للأغنية العمانية مبحر مبحر وأحزان شراع ماشي ماشي بل كلمة وداع ماشي مبحر مبحر وأحزان شراع ماشي ماشي بل كلمة وداع ماشي مبحر مبحر وأحزان شراع ماشي ماشي بل كلمة وداع ماشي مجبور أسافر والذي في البال في البال مجبور أسافر والزمن أحوال الأحوال مجبور أسافر والذي في البال في البال مجبور أسافر والزمن أحوال الأحوال ومن أبرز الأغاني التي قدمها الراحل سالم بن علي لك يوم ومسافر عش سعيد عشرة عمر عبات الليل ويا ناسها للهوى ويا البلبل الشادي يلب البلبل الشادي لا تنسمعات على ضو القمر وانغام الوتر على ضو القمر وانغام الوتر والشوق رايح وغادي يلب البلبل الشادي لا تنسمعات على ضو القمر وانغام الوتر على ضو القمر وانغام الوتر والشوق رايح وغادي فيما يلي نستعيد مقتطفات من حوار أجراه المشهد الثقافي مع الفنان سالم بن علي في حلقة سابقة بثت في السابع عشر من ديسمبر عام 2015 إثر مشاركته في فعاليات الملتقى الدولي الثاني للمؤرخين الموسيقيين والذي قدمت في افتتاحه أغنيته يامونيتي يا حياتي دعنا نسألك في البداية عن انطباعك وشعورك أيضا أغنيتك هذا طبعا يامونيتي يا حياتي من الغاني القديمة والمشهورة في عمان والناجحة أيضا ما هو شعورك وانت تستمع إليها بأصوات شابة يعني ظهورها ما زال يعني في بداياتها والله حقيقة أنا سعيد جدا من أسمع أغاني من خلال أصوات فنانين آخرين وبالذات الفنانين المستقدين أو الفنانين الجدد يعني الشباب يعني يعني اهتمامهم مثلا بهذه الأغاني وسماعهم وترديد هذه الأغاني حقيقة لي أو لأي فنان من الفنانين الأمانين هذا حقيقة يثلك الصدر هم اللي اختاروا أغنية يامونيتي يا حياتي بالذات أم أنت الذي اقترحت عليهم؟ لا والله هم اللي اختاروا بنسبة لك أنت يعني طبعا هذا أيضا من أغانيك الناجحة هل ترى أنه هل هناك أغاني أخرى تحبها أنت أكثر من غيرها وتمنيت لو أنها أيضا تكون موجودة في هذا الحب؟ ما في شك في أغاني كثيرة كثيرة من الأعمال الجميلة اللي قدمتها وتمنى طبعا أن تكون حاضرة في محافل يعني بالأكسترا يعني بفرقة موسيقية متكاملة وتنعزف بشكلها الصحيح وتتغنى من خلال الأصوات فنانين ومانئين أتمنى طيب لو سألتك عن انطباعك عما سمعته من أوراق بعض الباحثين في الملتقى الثاني للمؤرخين الموسيقين العربين طبعا الباحثين الموسيقين أو المؤرخين يتحدثون عن الموسيقى العربية قديما إلى هذا اليوم فالحقيقة هم أيضا يعني يحز في أنفسهم هم أيضا متأثرين من عملية دخول بعض الفنون أو بعض الآلات الغربية في موسيقان العربية فهذا حقيقة يعني يزعج المهتمين في هذا المجال يعني ما بالك لهذا الموسيقيين وناس يعني مورقين وباحثين يقدموا أو يعني محاضرات أو يتحدثوا في مثلا في مؤتمرات خلال يعني المؤتمرات مع الفنانين الحاضرين أو الكتاء أو الصحفيين أو النقاط بحيث أنهم يوصلوا هذه الرسالة إلى الجميع يعني ونتمنى توصل الرسالة إذن أنت كملحن وموسيقي لا تحبذ أن يطعم اللحن الشرقي أو اللحن العماني مثلا بموسيقى غربية؟ لا الموسيقى العربية هي يعني فيها حس اللغنية العربية تختلف عن اللغنية الغربية اللغنية العربية فيها إحساس يعني فيها فيها شجن تختلف عن اللغنية الغربية اللغنية الغربية فيها إقاع وفيها صريخ وفيها يعني أجواهم تختلف عن أجوانا فطبعا اللغنية العربية لها وقع آخر يعني أتمنى أيضا أن تسرد للمستمع مثلا حكايتك مع أحد الألحان الكثيرة التي لحنتها لنفسك لحن أنت الذي صغته كيف اخترت المقام كيف أغتك هذا اللحن مثلا دعني مثلا أضرب مثلا بأغنية عش سعيد هي الأغانية الله سلمك هي أولا الفنان الموهوب هو يعني اللي عنده القدرة في تلحين في مقالة تلحين وهذا مش سهل يعني لما سبحان الله نواه الله يعطي الشخص موهبة في تلحين يعني في فنانين يلحنوا ويكتبوا شعر شوك كيف يعني موهوبين في ناس تعزف عود ويعني إذا تسمعهم تندهش لكن ما يقدر يجيب لك حرف يعني استبكار جديد من عنده إطلاق لأن العملية موهبة فأنا حقيقة أنا كثير وأنا في السن في مراحلة كنت في مراحل في السن صغير يعني كنت صغير في ذاك الوقت وكنت أغني يعني ألحن أغاني يعني فيها كبليهات فيها نقلات من لحن إلى لحن من جملة إلى جملة حتى موسيقاها أضع الموسيقا يعني بين كل الكبليه موسيقا وانتقل إلى جملة أخرى بك غنى من ثم موسيقا من ثم غنى يعني كل مقطع يختلف عن الآخر كبليهات أول فنان عماني في عماني يقدم أعمال مكبلها هو أنا مثلا عش سعيد مثلا أغاني قديمة ما سمعتها أنتم تغنت قبل وبعضها قدتها وبعضها ما زالت فأول من قدم وضع حتى الموسيقا يعني أنا تقريبا وضعت الموسيقا في أغاني موسيقاي في أغاني وهذا يعني الحمد لله هذا مش كل من كل الناس يعني موبوبين يضعوا موسيقاهم في أغانيهم ويغنوا أي طلاق لأنه أيضا يعني نحن أيضا نستشهد لك بملحنين يعني فطاحا مثل الله يرحمه فريد الأطرش ما غنى لأحد من الملحنين إطلاق غنى ألحانه لأنه رجل موهوب فأيضا عبدالوهاب وكثير من الفنانين اللي لهم يعني وحاليا كأظم الساهر مثلا كأظم الساهر حقيقة ما أدري إذا كان يغني الحد أو ما يغني الحد إن كان يغني لنفسه هو موهوب وهو رجل قادر يعني يقدم أعماله وعماله ناجحة نسمع طيب بما أننا في يعني ملتقى المؤرخين الموسيقيين هل ترى أنه الموسيقى العمانية سواء ألحانك أنت أو الألحان أيضا الجيل الذي سبقك يمعان ديوان وغيره من الموسيقيين وثقات أو أرخها هل لدينا مؤرخون موسيقيون في عمان والله المؤرخون موجودين بس ما أدري هل هذا الفنانين يعني أرخوا لهم شيء أنا حقيقة يحز في نفسي بما أنك أشرت إلى هذا أنا حقيقة يعني أعتب لأنه يعني الفن في فنانين توفوا والله يرحمهم ما لهم إحياة ذكرى إطلاقا ولكنهم فنانين موجودين في هذا البلد وفي شعارات توفوا والله يرحمهم وقدموا من أجمل القصايد وأجمل الأعمال زي المغنين اللي ذكرت لك ياهم ولا لهم أي ذكرى إطلاقا يعني إحياة ذكرى لليوم يعني اللي توفوا فيها بحيث أنه يتكلمون عن سيرتهم وتكلمون عن ما قدموا في حياتهم وهذا حقيقة يحز في النفس بأمانها يعني وأنا أتمنى يعني إذا كان في الإمكان من المعانين بهذا الأمر يعني يأخذوا هذا الكلام بيد يعني يهتمون بهذا الكلام ويأخذونه بقدية وأن تكون هناك يعني أحياء ذكرى للشعراء والفنانين مثلا حكى معاي الفنان من أجمل الفنانين في عمان يعني توفى ولا أحد يعرف عنه متى توفى رقل هذا مرض ولا أحد يعرف عنه يعني يعني ما في ما في أي اهتمام للمبتعين لبس مثلا وسالم العقوب الله رحمهم جميعا مثلا حاكم رقل هذا رمز من رموز الغناء في عمان ما حد التفت له لا في مرضه ولا حتى لما توفى ما حد ذكره يعني ما في حيات ذكرى إله ولا حد تكلم عنه لا في قريدة ولا في تلفزيون ولا ذكره بأي شيء ولكنه يعني حقيقة الفناني الفناني في عمان من الفنانين ومن الشعراء ما كانهم إلا أسحاب الصيف إطلاقا ما في اهتمام لهؤلاء الناس لهؤلاء المبدعين اللي قدموا وأثروا وأثروا الساحة العمانية وأرشيفهم مليان ولا حتى تدع لهم أغنية يعني ولا لهم أي شيء من الاعتبار ولا لهم أي شيء من القيمة فهذا يدل على القصور المعنين بهذا الأمر وهذا أنا أقول حرام نعم هذا هذا عتاب المحب من فنان معروف مثلك في السادس سالم وتمنى أيضا المستمعين لهذا المرنامج أن يستمعوا لهذا العتاب ويكون هناك اهتمام أكبر بالفن العماني والأغنية العمانية والموسيقى العمانية عتابي هو من محبة حقيقة والغيرة في نفس الوقت نحن ما نريد الآخرين يقون مثلا من المبرة يقول يا أخي ليش أنتم ما تعملوا كذا ليش ما تسووا هكذا هذا حرام هذا عيب مثلا يعني فنحن نتكلم قبل الآخرين لا يعاتبوهم ويحرقوهم ويحطوهم في موقف حرق لذا يجب أن يهتمون في مثل هذه المواضيع هذه المواضيع مهمة مش سهلة ويفكرون الفن يعني يعني السلعة هذا الفن يرسالها سامية ولها مكانتها وقيمتها ويحترامها والفنان يعتبر يعني يناطح الكبار في نفس الوقت يناطح الكبار كان هذا مقتطفا من حوار نجريناه مع الفنان الراحل سالم بن علي في حلقة سابقة من المشهد الثقافي بثت في السابع عشر من ديسمبر عام 2015 إثر مشاركته في فعالية الملتقد ولي الثاني للمؤرخين الموسيقيين أبات الليل أناجي طيف من أهوى أسامر لوعتي والشوق وترجى أبات الليل أناجي طيف من أهوى أسامر لوعتي والشوق وترجى يشرح حالتي ولي رأى فيني يكون رسول ما بينه وما بيني يشرح حالتي ولي رأى فيني يكون رسول ما بينه وما بيني يجيب أخبار إذا نحوى رحل يطمني عن اللي قد حصل يجيب أخبار إذا نحوى رحل يطمني عن اللي قد حصل ترجمة نانسي قنقر برغم البعض ترى قلبي يا حبيبي ما نساك برغم الصد والهجران ما يهوى سواك برغم البعض ترى قلبي يا حبيبي ما نساك برغم الصد والهجران ما يهوى سواك رغم إنا ارتوى ما زال ضامي للهوى رغم إنا ارتوى ما زال ضامي للهوى بسيذني ونا بذكرا بسيذني من قد غيرا بسيذني ونا بذكرا بسيذني من قد غيرا صرفت في عيني الدموع ورحت عني بلا رجوع صرفت في عيني الدموع ورحت عني بلا رجوع اه يا قلبي أنا وفي مارخ لك رمة أباط الليل ناشطي خمد أهوى المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان موضوعنا القادم عن تسجيل المخطوط العماني معدن الأسرار في علم البحار لناصر بن علي الخضوري في برنامج سجل ذاكرة العالم بمنظمة اليونسكو وكانت السلطنة ممثلة في وزارة التراث والثقافة قد شكلت فريقا وطنيا لمتابعة أعمال برنامج ذاكرة العالم يتكون من الجهات الحكومية والخاصة المعنية في السلطنة بحفظ وصون التراث الوثائقي البشري وهي وزارة التراث والثقافة واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ودار الأوبرا السلطنية مسقط وجامعة تونزوة ويعد تسجيل مخطوط معدن الأسرار لناصر بن علي الخضوري الأول من نوعه للسلطنة في هذا المضمار الفريق الوطني امتبعت أعمال ذاكرة العالم للينسكو تمكن هذا العام من إدراء كتاب معدن الأسرار في علم البحار للشيخ ناصر بن علي الخضوري في سجل ذاكرة العالم وهو التراث الوثائق الإنساني تكمن همية هذا الإدراج أن هذه الوثيقة ستكون متاحة للباحثين والدارسين من مختلف العالم وأيضا هذا يؤكد علنا الهمية العالمية لهذه الوثيقة حيث أنها حصلت على تصديق اليونسكو وحصلت أيضا على اعترافها وسوف يحفظ هذه الوثيقة أيضا من التلف في الحقيقة يعني الإدراج مثل هذه الوثائق في سجل ذاكرة العالم مهم جدا ولكن أيضا صعب جدا ليس من السهل يعني من عام 1992 ميلادية إلى هذا العام 25 سنة لم تدرج من الدول للوطن العربية سوى 13 ملف من سبع دول هي جمهورية مصر العربية أربع ملفات وجمهورية لبنان ملفين والجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية ومملكة العربية السعودية وسلطانة عمان ملف واحد لكل منها في الحقيقة يعني الموضوع جدا مهم ويعتبر إنجاز بالنسبة لعمل هذا الفريق كون أن هذا الوثائق أصبحت يعني هذا الوثيقة نادرة وإدراك هذه الوثائق في سجل ذاكرة العالم أيضا أمر صعب كما ذكرت وسوف يعطيها بعد آخر بعد عالمي يعني يتيح لهذه الوثيقة أنها تحفظ للأجيال القادمة كان هذا الدكتور عبدالله بن سيف الغافري رئيس الفريق الوطني لمتابعة أعمال برنامج ذاكرة العالم ومعنا في الوقت القادم الأستاذ منذر بن عواض المنذري عضو الفريق الوطني لمتابعة أعمال برنامج ذاكرة العالم وهو أيضا رئيس قسم الوثائق بدار الأوبيرا السلطانية مسقط مرحبا بك أستاذ منذر أهلا وسهلا سيد سريمان أهلا بك قبل قليل كنا نستمع إلى دكتور عبدالله الغافري رئيس الفريق الوطني لمتابعة أعمال برنامج ذاكرة العالم يتحدث عن أهمية هذا المخطوط مخطوط معدن الأسرار في علم البحار الذي أدرج ضمن سجل ذاكرة العالم دعنا ندخل حوارنا من هذا المدخل حبذا لو تعطينا معلومات عن هذا المخطوط كيف اكتشف أيضا عن ناصر بن علي الخضوري معلومات يعني عن المخطوط قبل أن نتحدث كيف نجحتم في تسجيله نعم المخطوط هو لأن نأخذه ناصر بن علي بن ناصر الخضوري الذي عاش في مدينة صور وألف مخطوط معدن الأسرار في علم البحار وهذا المخطوط من أهم المخطوطات العالمية في علم البحار ومن أهم المرشدات البحرية حيث تناول قواعد العلوم البحرية وقيادة السفن باستخدام الآلات البحرية وحساباتها الدقيقة ووصف البوصلة وأجزاءها وخطوط الطول والعرض وذكر الكثير من الموانئ والبحار والخلقان بالإضافة إلى ذكر أيضا في المخطوط هجرة القبائل من وإلى عمان ويعتبر من مخطوطات البحرية المهمة ومن الرحمانيات وكما ذكرت من المرشدات البحرية المهمة التي لا غنى عن أي بحار في المنطقة عنها نعم متى تم تأليف هذا المخطوط؟ تم تأليف هذا المخطوط طبعا ناصر بن علي الخضوري الذي عاش مثل ما ذكرت في مدينة صور ورد في عام 1870 وتوفي في عام 1968 أي عاش قبل حوالي يعني عاش في القرن التاسع عشر والقرن العشرين وعمر طويلا وعمر نعم طويلا ففي هذه الفترة إذن معناها في بدايات القرن العشرين في بدايات القرن العشرين نعم جميل الآن دعنا ننتقل للجزء الأهم كيف استطعتم تسجيل هذا المخطوط في سجل ذاكرة العالم؟ هذا المخطوط طبعا تم عرضه من من الأخوة الممثلين وزارة التراث في الفريق وتم تداوله بين أعضاء الفريق وتم ترشيحه وتم تسجيل الاستمارات الخاصة التي ستبعث إلى منظمة اليونسكو الموافقة طبعا للشروط والمعايير التي حددتها منظمة اليونسكو خاصة في برنامج ذاكرة العالم نعم ما هي هذا الشروط؟ أهم هذه الشروط طبعا المغزى العالمي لازم لا بد أن يكون المخطوط دا مغزى عالمي طبعا المنظمة تهتم بالتراث الوثائقي أي أن كان سواء كان مخطوط أو وثيقة أو غيره مما حددته المنظمة وأهم هذا المعايير الندرة وأصالة المصدر والمغزى العالمي بالإضافة إلى معايير أخرى أيضا ثانية نعم وطبعا كانت لكم محاولات أخرى لتسجيل مخطوطات ووثائق أخرى في سجل ذاكرة العالم ولكنها لم توفق نعم الفريق الوطني حاول في تسجيل بعض الملفات في سجل ذاكرة العالم متى تأسس الفريق الوطني؟ أسس الفريق الوطني بقرار من صاحب السمو وزير التراث في الثقافة في عام 2012 ومثل ما ذكرت أن الفريق حاول عدة مرات على أساس تسجيل بعض الملفات أهمها ملف رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل عمان وكتاب الإنساب للعوتبي وملف نظام الري بالأفلاق وهو الخاص بالسلطنة نظام الري هذا فلق الغنتق الموذق كان بالإضافة إلى مصحف ابن بشير الصحاري والملف الخامس هو معدن الأسرار مخطوط معدن الأسرار في علم البحار والحمد لله توفقنا بتسجيله في هذا البرنامج نعم والملفات السابقة عرفتم لماذا تم رفضها من طبعا كما هو متعارف عليه الأنظمة دقيقة جدا والمعايير دقيقة جدا في المنظمة من خلال برامجها وهناك لقان فنية ولقان استشارية تعرض عليها هذه الملفات ويتم الترقيق بها ولكن إن شاء الله بعد ما نعرف من أين يعني يكون مثلا الخلل في عدم قبول هذه الملفات سنحاول مستقبلا إعادتها وإن شاء الله تقبل إن شاء الله وطبعا الفريق مستمر ولكم أكيد مشاريع أخرى مستقبلية إن شاء الله من ضمن المشاريع طبعا أو اختصاصات الفريق هو عمل منظومة عمل وطني للاهتمام بأمناء التراث الوثائقي الموجودين طبعا في السلطنة بالإضافة إلى عمل سقل وطني لهذه الملفات يكون يضم كل الملفات التي سترشح مستقبلا إلى البرنامج إلى برنامج ذاكرة العالم نعم جميل كل توفيق نتمناه لكم الأستاذ منذر بن عواض المنذري عضو الفريق الوطني لمتابعة أعمال برنامج ذاكرة العالم شكرا جزيلا شكرا جزيلا للمان السفاينو للمان السفاينو للمان السفاينو والعباب وراها مثل الغبارين ومن الرجال المبحرون بكل عزم واقتدارين للمان السفاينو للمان السفاينو للمان السفاينو والعباب وراها مثل الغبارين ومن الرجال المبحرون بكل عزم واقتدارين العابرون جوانب الدنيا بأشرعة الصواري هذا بن ماجدا هذا بن ماجدا هذا بن ماجدا للمان السفاينو للمان السفاينو والعباب وراها مثل الغبارين ومن الرجال المبحرون بكل عزم واقتدارين للمان السفاينو للمان السفاينو والعباب وراها مثل الغبارين ومن الرجال المبحرون بكل عزم واقتدارين ألعابرون جوانب الدنيا بأشريعة الصواري هذا بن ماجدان ويومانيون أسياد الكحاري هذا بن ماجدان ويومانيون أسياد الكحاري المشهد الثقافي من إذاعة السلطنة عمان فازت فرقة مزون المسرحية بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في مهرجان هوارة الدولي للمسرح الاحترافي بالمغرب منصفة مع المسرحية الإسبانية القلعة الأوروبية كما فاز الكاتب العماني موسى البلوشي بجائزة أفضل نص مسرحي فيما فاز عيسى الصبحي بجائزة أفضل ممثل ونوهت لجنة التحكيم بالفنانة العمانية زينب البلوشي موسى موسى ومعنا في الوقت القادم المخرج المسرحي يوسف البلوشي رئيس فرقة مزون ومخرج العرض الفائز مرحبا بكستاذ يوسف ونبارك لكم هذا الفوز الذي نعتبره فوزا لنا جميعا شكرا لكم سليمان وشكرا أيضا على استضافتكم في هذا البرنامج الجميل للمشهد الثقافي وأنا أيضا سعيد وهو إنجاز للمسرح في السلطنة بشكل عام أكيد أنتم ما شاء الله فرقة مزون عودتون على مثل هذه الإنجازات لكم مشاركات خارجية مشرفة وهذا ليس الفوز الأول الذي تفوزون به خارج السلطنة طبعا نعم طبعا الحمد لله رب العالمين يعني الفرقة هناك جهود ليس فقط هنا لدينا في فرقة مزون ولكن في الكثير من الفرقة المسرحية ولكن أيضا مسرح مزون من الفرق المسرحية التي تبذل قصارى جهدها في أن تقدم رسالتها المسرحية داخل السلطنة وأيضا خارج السلطنة فالفرقة حقيقة أن العديد من الجوائز وبالذات هذا العرض العريش حصل أيضا في عام 2016 على جائزة أفضل عرض في المهرجان العربي للمسرح بالذات في البحرين ومهرجان الصواري وأيضا في المهرجان المغربي في الجزائر أيضا العرض حصل على خمس جوائز نفس هذا العرض العريش ونهيك أيضا عن مهرجانات الأطفال التي شاركنا فيها الفرقة حصلت على جائزة الأسكار في الطفل في أيضا في المملكة المغربية وأيضا في تونس حصلنا على عدد كبير من الجوائز أيضا من نسبة لمسرح الطفل والحمد لله على كل حال هذا هو يبقى جهود شبابية ذاتية وأيضا هي رسالة من المسرحيين في السلطنة في أنه يقدم جل تجاربهم سواء في السلطنة أو خارج السلطنة وأيضا أنا شخصيا داب نقول بأنه ليست رسالة فقط المسرح ولكن هي رسالة وطنية أن نأخذ الفكر المسرحي والثقافي خارج السلطنة وأن نقدم من خلال عرض مسرحي وفني ونقول للآخرين بأنه المسرح والثقافي والفن في السلطنة فعلا نوصل لمراحل متقدمة والجميل أيضا أنه غير جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل أيضا فوز موسى البلوشي بجائزة أفضل نص أيضا تنويه بأداء الفنانة زينب البلوشي أيضا نعم نعم طبعا طبعا هذا يعني هذه الجوائز تؤكد يعني لدارة هذا العرض في أنه يصل للمتلقي ليس فقط هنا في السلطنة أو في الخليج إنما أيضا في الوطن العربي وأيضا في مهرجان دولي موسى يعني سبحان الله ربما لم يكن له حظ وافر في المشاركات السابقة ولكن هذه المرة خاصة النص وموضوع النص ربما وصل حبث لو تحدثنا عن هذا النص وعن هذا العرض بشكل عام أنا فهمت من كلامك قبل قليل أنه أن هذه ليست الجائزة الأولى التي يفوز بها هذا العرض عرض العريش نعم العريش طبعا تعرف أخي سريمان العريش هو البناء العماني القديم يمنى من السعف يعني هذا معروف ولكن رمزية هذا العرض بأنه العريش هو عريش يلف العديد من نقول الشعوب يعني العرض عبارة عن مجموعة من العميان يعيشون في عريش لديهم اعتقاد بأنه من يصل إليه النور سيصبح أعمى أو يصاب بالعمى الليلي أو ما نسميه بالعشو بالعامية فعريش مهترق عريش ربما في العرض الأخير في المحرجات الدولي غيرت فكرة السينوغرافية لأنه هناك حبال معلقة وبها بعض القناديل أو ما نسميها بأسرجة أسرج مهتلكة متكسرة فكان هذا هو موضوع السينوغرافية في العرض العرض به الكثير من الإسخاطات يعني إذا كان وضع داخلي أو وضع عربي يعني النور والحرية يعني والأمل مثال عندما ناتي لشخصية أنوار أنوار فقدت ابنها سقط الابن في ابنها سقط في البير ومات الابن ففقدت نظرها وهي تتأمل كان أملها نورها هذا الابن وأيضا عندما نتكلم عن البير هناك رمزية كبيرة لهذا البير ما هو البير وأيضا بالنسبة لشخصيات الأخرى اللي هو نقول شخصية عبيد اللي هو المتسلط على المجموعة الذي هو يعني في نهاية العرض نتفاجأ بأنه المسيطر ولكنه في نهاية الأمر كان يتلقى كما مثل ما نقول كان يتلقى إملاءات من الخارج في السيطرة على هؤلاء العميان وبث روح الهزيمة فيهم بأنه لابد أن نعيش كما نحن لأنه النور سيخرق أعيننا وسنموت إذا وجدنا النور والمسرحية في نهاية تقول لنا الشبابيك عليها خط أحمر ما ممكن نفتح الشبابيك هذا هو مضبون نص تقريبا فالحمد لله كان عرض موفق وأتوقع بأنه قدمناها ب يعني العرض عرض واقعي ولكنه يتحمل أو يحتمل الكثير من الرمزية إضافة إلى أنه العرض قدم باللهجة العمانية العادية الدارجة ولكن حاولنا أنه نخليها اللهجة بيضة واضحة ووصل للجمهور وكنا كنا نتخوف منه هذا العرض هل سيصل لهذا الجمهور من الجمهور من أوروبا حضور من أوروبا من الوطن العربي وتعرف اللهجات متعددة ولكن ما وجدناه بعد العرض من التصفيق المستمر وفي الندوة التطبيقية على العرض لم يتحدث أحد بأنه بالعكس وصلهم العرض كل واحد وصل العرض بالطريقة التي وصلت والتأويل الذي وصله وصل للبتلقي وهناك كانت إشادات بأنه هذا العرض ربما يمثل الواقع في الوطن العربي جميل جدا هذه النجاحات التي تحققها مزون خارجيا من فترة لأخرى نسمع لكم فائزين بجائزة سواء عرض متكامل أو أحيانا في الأخراج وأحيانا في التمثيل أيضا يعني فوجئنا مؤخرا ونحن نقرأ أسماء الفرق المشاركة في مهرجان المسرح العماني المقبل في شهر ديسمبر القادم في صحار أن فرقة مزون غير موجودة جميل بالفعل هو نحن يعني ربما كان هناك يعني فرحة كبيرة بالفوز ولكن في نفس اللحظة يعني بعد النتائج نتائج المهرجان والفوز بالجائزة في اليوم الثاني أو التالي وصلتنا نتائج ونحن في المطار تقريبا يعني عدم توفقنا لم نتوفق ربما في المهرجان وطبعا هي بالنسبة لصدمة وأيضا لفريق العام الحقيقة ولكن ما السبب في ذلك؟ أنا شخصيا حاولت أن توصل لسبب لا أعرف يعني هل تم اختيار العروض من خلال جودة النصوص من خلال جودة الأداء من خلال أيضا الأداء يعني كمهما الثلين أو ك هي في البداية هي مشاريع العروض المسرحية وليس عروض مكتملة ربما لجنة المشاهدة كيف شاهدت هذه العروض وأنا شخصيا كنت يعني تماما بأنه العرض سيتأحل للمهرجان ولكن اللجنة التي تشكلت شاهدت العروض برؤية أو بانتباع لهم والله العالم يعني كيف تم مشاهدة هذه العروض ولكن بالفعل أنا حزين جدا بصراحة لأنه الفرقة لم يعني منذ بداية المهرجان العماني وإلى الدورة الآن السابعة الفرقة لم تتخلف عن التواجد في هذا المهرجان وهو مهم أهم بالنسبة لي من كل المهرجانات إنه مهرجاننا المحلي ولكن هذه المرة تقول ربنا إن شاء الله المرة القادمة المرة القادمة وأيضا ربما يعني نحن لكنا منشغلين بثلاث عروض في نفس الوقت الآن بعد أيام إن شاء الله سنقدم عرض مسرحي في الشارق الصحراوي مهرجان للمسرح الصحراوي والآن على أهبة إن شاء الله الاستعداد وخلال أيام القادمة سنشتغل على البروات الأخيرة لهذا العرض وكنا نشتغل للمسرح الاحترافي وكنا نشتغل في نفس الوقت للمسرح العماني يعني ثلاث جاءت أنت ما شاء الله يعني نشيطين صراحة نعم فربما نقول ربما ضارة النافعة لأنه الآن أتفرق للمهرجان الصحراوي لأنه أول تجربة لي وأيضا الشارقة تختار كل سنة فرقة خليجية السنة العام الماضي كان للمحرين وسنة تم اختيار عرض عماني وطبعا العامل هذا ربما يختلف عن باقي العمال على اعتبر أنه رح يعرض فيه فضاء وفتوح في الصحراء وهي تجربة أولى بالنسبة لنا ولكن الرؤية بالنسبة لهذا العرض واضحة وإن شاء الله نقدم فيها رؤية وأيضا هو اعتماد العرض على البيئة المحلية البدوية والعرض إن شاء الله متماشي مع هذا الخط ونتمنى أن نقدم عرض جيد إن شاء الله يليق بمستوى وسمعة المسرح العماني إن شاء الله ونبارك لكم مرة أخرى فوز مسرحية العريش بأفضل عرض مسرحي متكامل في مهرجان هوارة الدولي للمسرح الاحترافي بالمغرب شكرا جزيلا لك المخرج يوسف البلوشي مخرج المسرحية ورئيس فرقة مزون المسرحية ومن نجاح إلى نجاح آخر إن شاء الله شكرا أخي سليمان و يعني وجود اليوم هنا في هذا البرامج الجميل والذي دائما أسمعه ربما كنت أتمنى في يوم أن يكون هنا واليوم تحققتني كنت هنا معك مع الأستاذ الكبير والكاتب القدير الأستاذ سليمان إن شاء الله دائما تكون بنجاح يا رب أخي سليمان فأيضا نقدم شكري هنا لفريق العمل في المسرحية الذين نبذلوا كل جهة حقيقة حتى وصلنا لهذه المرحلة لم يكن الحصول على الجائزة السهلة إنما كانت جدا صعبة حتى يعني لجنة التحكيم كان في بينهم بين لجنة التحكيم إشكالية كبيرة في اختيار العرض العماني أو الإسباني فأعطيها العرض مناصفة أيضا نتمنى لأخواني للفرق المسرحي المتاحل إن شاء الله و لوزارة التلاثة الثقافة التوفيق في المهرجان العماني القادم وإلى نتاح إن شاء الله إن شاء الله أقول ما تخطر ما معيني أرا في حب شيء جديد لا يكفي ما شفت إذا أرغو المزيد أكل ما تخطر ما معي لأرى في حب شيء جديد لا يكفي ما شفت لذا أرغل مزيد في عيون سر ردع إلى الهناء والحف معنا في عيون سر ردع إلى الهناء والحف معنا سر الحنال سحر الزمان بما يريد ما تخطر ما معي لأرى في حب شيء جديد لا يكفي ما شفت لذا أرغل مزيد لا تخطر ما معي لأرى في حب شيء جديد لا يكفي ما شفت لذا أرغل مزيد في عيون سر ردع إلى الهناء والحف معنا في عيون سر ردع إلى الهناء والحف معنا سر الحنال سحر الزمان بما يريد موسيقى موسيقى عيش سعيد عيش سعيد يا حبيبي تعال لا تبعد بعيد عيش سعيد عيش سعيد يا حبيبي تعال لا تبعد بعيد تلام الصحيح يغسى القلب السميح عمان زلت في حباسي عمان زلت في حباسي عمان موسيقى المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان موسيقى موضوعنا الأخير في هذه الحلقة عن ملتقى عمان الأول للتصوير الضوئي الذي تنظمه الجمعية العمانية للتصوير الضوئي في الفترة ما بين الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري موسيقى يهدف هذا الملتقى والذي يأتي هذا العام تحت شعار لمة إلى لمشامل الجماعات التصويرية في كليات وجامعات السلطنة وفرق التصوير الضوئي من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة وجمعها في ملتقى واحد يسهم في تبادل الخبرات وإثرائها موسيقى ومعنا في الوقت القادم الأستاذ أحمد بن عبدالله البوسعيدي مدير الجمعية العمانية للتصوير الضوئي مرحبا أستاذ أحمد ودعنا ندخل في البداية يعني في الحوار عن الملتقى بما أنه الملتقى الأول كيف جاءت فكرة هذا الملتقى طبعا بداية أشكركم على تسليط الضوئي على منتقى عمان الأول للتصوير الضوئي طبعا فكرة الملتقى هي للجماعات وفرق التصوير الضوئي المنتشرة حول السلطنة ومن الواضح انتشارها في الكليات في الجامعات وأيضا في الأندية الرياضية في مختلف أنحاء السلطنة طبعا الفكرة على أساس تجميع هذه الفرق وهذه الجماعات وأيضا صقل مواهب الشباب والمشاركين وأعضاء الفرق للوصول إلى مستويات راقية في فن التصوير الضوئي نعم وطبعا تقدمت لهذا الملتقى كثير من الفرق طبعا نحن وقهنا الدعوة لجميع الفرق للمشاركة وتقدمت للملتقى 25 فريق تم اختيار 21 فريق اللي هي مطابقة للشروط المشاركة ومشاركة الفرق طبعا كانت مشروطة أيضا بمشاركة بعدد من الأعمال الثنية وعددها 10 صور لعشر مصورين نعم طبعا هذا عليها مسابقة تقيم بالفعل تقيم ويتم اختيار الفريق الفائز في نهاية الملتقى إن شاء الله راح يكون يوم السبب تاريخ 25 الفرق أيضا تم تحديد شخصين لهم سواء كان يتم اختيارهم من خلال الفريق شخصين للمشاركة في الملتقى من كل فريق ومن الواحد وعشرين فريق طبعا تم اختيار شخصين من كل فريق وبالتالي 42 مشارك بالإضافة إلى أضفنا نحن مجموعة من المصورين اللي هم مشاركوا من خلال العضوية الجمعية وبالتالي مجمل الإجمالي لعدد المشاركين في الملتقى 50 مشارك هذا طبعا الملتقى راح يحتوي مجموعة من البرامج نعم وهذا السؤال القادم أستاذ أحمد في دورات تدريبية وفي ليالي فوتوغرافية مفتوحة سنتحدث عنها لاحقا ولكن دعنا نبلغ بالدورات بالضبط طبعا الملتقى في الأساس هو لثقل هذه المواهب فبالتالي تم اختيار المواضيع التي تقدم تكون بمستوى عالي يعني بمعنى آخر هي غير مخصصة للمتدئين ولكن برامج بمستوى أعلى وبمستوى نفس الشيء متقدم فكان التركيز بشكل عام على موضوع المشاريع الفوتوغرافية اللي طبعا نواجهه نحن كمصورين في سلطنة هو افتقار الشباب أو المصورين إلى التوجه في مشاريع فوتوغرافية بعيدا عن التقليد وبعيدا نفس الشيء عن النمطية أو الروتين المعتاد في التصوير في المواضيع سواء كان تصوير طبيعة أو تصوير حياة الناس وغيرها لكن اختيار مواضيع نوعا ما نوعية بحيث أنها تكون مخطط لها وتكون كمشاريع فوتوغرافية أيضا راح تكون هناك ورش متخصصة في تصوير داخل الستوديو سواء كان لتصوير طبيعة صامتة أو تصوير بعض المواضيع التقريدية أو تصوير الوقوف أو تصوير الشخصيات في الستوديو أيضا راح يكون هناك في البرنامج اللايت روم اللي هو برنامج معالقة لكيفية معالقة الصور وكيفية أرشفة الصور الفوتوغرافية وكيفية استعادتها أيضا من بعد أرشفتها نعم إضافة إلى ذلك راح يكون فيه تطبيق عملي من خلال الرحلات التصويرية واللي خصصنا نحن أن تكون تحت مسمى ماراتون تصوير اللي هو راح يكون فيه تحدي بين الفرق المشاركة في الملتقى من حيث الإخراج مواضيع ملفتة ومواضيع قوية من خلال الأماكن اللي راح يزوروها في هذه الرحلات نعم وأيضا دعنا الآن نتحدث عن الموضوع الذي أجلناه وهو الليالي الفوتوغرافية المفتوحة طبعا هناك ليلتان واحدة يوم ليلة الخميس وليلة الجمعة بالضبط عندنا طبعا ليالي الفوتوغرافية ليالي الفوتوغرافية هذه مفتوحة للجميع كانت الدعوة عامة للجميع لكل محبين فن التصوير الضوي زيارة الدمعية راح تكون من السادسة والنصف إلى الساعة الثامنة والنصف يوم الخميس ويوم الجمعة راح تكون الليلة الأولى تحت عنوان الفوتوغرافية فن متقدس ورح يقدمها سعد السيد إبراهيم بسعيدي أما الليلة الثانية اللي هي راح تكون يوم الجمعة راح تكون تحت عنوان باقة ضو وهذه راح يقدمها المصور السعودي محمد الخراري وإن شاء الله راح تنال استحسان الحاضرين وإن شاء الله راح تكون الليالي متثمرة من ضمن الليالي الفوتوغرافية اللي هي راح تكون المسا راح يكون على هامش هذه الليالي اللي هو بشكل عام الملتقى يعني يحمل عنوان لما لما للفوتوغرافيين أو لما لمحبين التصوير ولم لأصدقاء الضوء فخلال هذه اللما أو خلال هذه الليالي الفوتوغرافية أيضا يكون موجود معرض الكلاسيكي أو معرض التقليدي لفن التصوير اللي راح يحتوي إن شاء الله مجموعة من الكاميرات القديمة اللي كانت تستخدم سواء كانت بالأفلام واللي كانت نفس الشيء قديمة جدا في بدايات فن التصوير الضوي إضافة إلى ذلك راح يكون هناك معرض للفرق اللي هي مشاركة لواحد وعشرين فريق يعني نوعا ما كتعريف بهذه الفرق أيضا إلى عرض بعض الصور اللي هي مشاركة بها في مسابقة الملتقى ورح يكون أيضا هناك ركن لخدمات تقدم للمصور من تنظيف للكاميرا وإصلاح للكاميرات لمن يرغب طبعا في هذا الشيء إضافة إلى عيادة للمصورين اللي هي أي استفسار أي سؤال لدى أي مصور بإمكان أن يتقدم لهذه العيادة أو اللي هي نحن سميناها عيادة لمن يحتاج إلى مساعدة شبيهة بالعيادة الطبية نعم كل توفيق هذا بشكل مقمل يعني عن الليالة الفوتوغرافية وهي مفتوحة للجميع بإمكانهم زيارة المقر القمعية في الخوف في الفترة يعني من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من نوفمبر هذا الجاري كل توفيق نتمنى لكم الأستاذ أحمد بن عبدالله البوسعيدي مدير الجمعية العمانية للتصوير الضوئي في ملتقى عمان الأول للتصوير الضوئي الذين نتمنى إن شاء الله أن يستمر في السنوات القادمة إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا لك قال انتظاري متى يا عمر الوصال قال انتظاري متى يا عمر الوصال راعي شعوري مع الدمع العين سال موق القدسال في نديلك تعال قال انتظاري متى يا عمر الوصال قال انتظاري متى يا عمر الوصال راعي شعوري مع الدمع العين سال موق القدسال في نديلك تعال موق القدسال في نديلك تعال موق القدسال في نديلك تعال في نديلك تعال بدأنا الحلقة بصوت الفنان الراحل سالم بن علي ونختمها بصوته أيضا حتى نلتقي في حلقة مقبلة هذه تحياتي سليمان بن علي المعمري وتحياتي المخرج حمد بن عامر الوردي قل لي متى يا عمي موعد لقاك امسى القدر يجمعني يجمعني معاك قل لي متى عيني تراك قل لي متى عيني تراك ترجمة نانسي قنقر نسهر وننسى الألم ننسى العذاب ننسى 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 ليالي الندم ننسى الجفا والألم ننسى ليالي الندم ننسى الجفا والألم فالعمر محدود يرحل ولا يعود فالعمر محدود يرحل ولا يعود يرحل ولا يعود